اشتركوا في القناة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة الاتحاد دولي لكرة القدم الففا يبهر المغاربة بخطوة تاريخية بخصوص نجم المنتخب المغربي يوسف الصيري وهذا ما فعلها استعدادا للمشاركة في كأس أمو إفريقيا المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة ينتصر ودينا على مالي بعثة الأهل المصري تحط الرحال بمطار محمد الخميس مساء يومه الثلاثاء على التاسع والربع استعدادا لمواجهة الرجاء الرياضي في ربع نهاي دولي أبطال إفريقيا كشف مدرب نادي إشبيه الإسباني لويس مندي لبار عن طبيعة علاقته بالدول المغربي يوسف الصيري مؤكدا أن بدايته كانت صعبة قبل أن تتحسن وتصبح جيدا وقال مندي لبار في تصريحات صحفية نقلتها التقارير الصحفي الإسبانية إن علاقته بالنصيري لم تكن جيدة مستحضرا انطباع المغربي الأول عند استلامه للفريق خلفا لخرخ سنباولي وصرح مدرب إشبيه عندما جئت إلى هنا كان ينظر إلى وجه سيئ أنصيري تتحدث مع حلول شهر رمضان قلت يا إلهي من الذي ينتظرني وتابع قائلا إنه يريد من يقوم بنسعها وأنا فعلت ذلك لكنه بالفعل سجل أهدافا للفريق حتى قبل قدومي ويتألق النجم المغربي بشكل مبهر مع إشبيليا متمكنا من تسجيل أهدافه الحاسمة قادة فريقه للانتصارات هامة سواء في الدول الأوروبي أو لليغ الإسبانية يوجد اسم الدول المغربين في أكرد ضمن لائحة المغلقة المحصورة في ثلاث مدافعين فقط يأمل تينغا مدرب مانشستر يونيتد الإجليزي تعزيز ترصنته الشياطير الحمر بهم بعدما سدد مؤخرا فاتورة ضعف محور خط دفاعه الذي يضم واحد من أغلى مدافعي العالم ممثلا في مغواير المشهور بأهدافه العكسية وهفواته القاتلة التي أتمرت مرارا أهدافا لمنافسين وأطاحت بمانشستر المدرب الهولندي أوصى إدارة مانشستر يونيتد بتقديم عرض لفريق وإسهام لشراء نيف أكرد والأخير كان على لسان مدربه ديفيد مويس الذي أكد أنه لا تجد لديه نية في بيع مدافع الفريق الوطني إلا إذا كان العرض المالي مغريا وقد يساهم في تمويل صفقات أخرى وكان أكرد قد كلف نديه الحالي 43 مليون يورو وهي القيمة المالية المقدور عليها من مانشستر الذي يتأهب ومن الآن لتكون فريق تنافس قوي لاستعادة لقب البطول الإنجليزية الذي هرب منه منذ سنوات نشر الحساب الرسمي للإتحاد دول لكرة القدم الفيفا اليوم تولتها صورة جمع وليد الرقراجي مدرب المنتخب الوطني المغربي والمهاجم المغربي يوصفة صيرية وعلق الفيفا على الصورة أحيانا كل ما تحتاجه هو شخص يمنحه كثقة وأرفق الاتحاد دول لكرة القدم الفيفا إموجي بالصورة تلافوكا والتي باتت ماركا مسجلة باسم الرقراجي والطائرة في إشارة إلى تسجيل نصيري للأهداف الحاسمة برأسية من خلال ارتقائه الخرافية وبات يوسف نصيري حاسما في مباراة فريقه إشبيريا في الأواني الأخيرة حيث سجل أهدافا ثمينة سواء في الأليغ الإسبانية أو في الدول الأوروبية فغلب المنتخب الوطني المغربي الأقل من 17 سنة على مالي بهدف دون مقابل في مباراة الودي التي جمعت المنتخبين اليوم تلتاء بمركب محمد السادس لكرة القدم واستجل الهدف النخبة الوطنية الوحيدة في المباراة لاعب محمد رضوان في حدود دقيقة السادسة والخمس هنا وتدخل هذه المباراة في إطار استيدازات الفريق الوطني للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 29 أبريل الحالي وال19 ماير مقبل ويذكر أن قرأة كأس أمم إفريقيا الأقل من 17 سنة كانت قد وضعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وزنبيا تحل بعثة الأهل المصري مساء اليوم السولة بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء تأهبا لموجهة ندراجة الرياضي المغربي برسم أيضة الرابع نهائي لدور أبطال إفريقيا ومن المنتظر أن تحط طبعة الفريق المصري الرحال بمطار محمد الخامس مساء اليوم على الساعة التاسعة والربع على أن تتواجه بعدها إلى أحد الفنادق المنصفة بمدينة الدار البيضاء وبرمج الطاقم التقني للأهل المصري تلاج حصة تدريبية في المغرب تأهبا لمواجهة ندي الرجاء الرياضي المغربي السبت القادم وسيستقبل ممثل الكرة الوطنية المغربية الرجاء الرياضي ضيفه المصري يوم السبت القادم على أرضية الملعب محمد الخامس انطلاق المنصة السابعة بتوقيت غرينيتش اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة